اخبار فريقنا النهاردة مع الكابتن احمد سليمان عده مجلس ادارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة بالنادي وكان معايا عبدالواحد السيد مدير الكرة اللي عقده جلسة مع اللعبين والجهاز الفني قبيل انطلاق مران النهاردة اللي يقيم على ملعب النادي استعدادا للفترة المقبلة طيب كابتن احمد سليمان قال ايه عمل ايه كواليس ايه اللي بيحصل ايه اللي بيدور هقول لحضرتك بفصيل التفاصيل كابتن احمد سليمان كان حريص جدا على الحديث مع اللعبين على ضرورة استغلال فترة التوقف قال لهم عايزين يا رجال الفترة اللي جاية دي اي نعم هي فترة فيها توقف وفترة فيها مباراة ودية ولكن عايزين نتعامل معاها بنوع من الجدية فهي ما قصدي يعني انت دلوقتي عندك فترة توقف وانا عارف ان المشاط ودية والدنيا تمام ومريحة وما فيش مشاكل بس احنا عايزين نظرتنا للفترة دي تختلف الزمالك هيعود مرة تانية للمنافسة هتخش بقى على بطولات محلية وبطولات قرية وعندك فترة صعبة لازم يكون فيها تركيز فكابتن احمد سليمان قال لهم يا جماعة انا ونادي الزمالك بشكل عام طبعا هو متحدث بلسان حل المجلس والجمهور والزمالكوالب الملايين في كل حتة عايزين نبذل اقصى جهد ممكن كمان كابتن احمد سليمان قال لهم ان الادارة هتشتغل وهتوفر اي حاجة انتو عايزينها اي متطلبات للفريق هنهيئ المناخ المناسب اي حاجة يا شباب اي حاجة رجال عايزينها علم وينفذ ده عشان هنا بقى دور عضو مجلس الادارة وهنا دور المسؤول ودايما المسؤول اللي بيشتغل في العمل العام بيكون عليه عبق كبير جدا فلما يبقى عنده كل الاعباء دي ومصر انه هو يتواصل مع كل الناس ومع اللعيبة ويقرب من الناس ويشوف ايه مشاكلهم ويحل مشاكلهم ويقرب من الفرقة ويا جماعة انا حاسس بيكو اللي انتو عايزينه هيتعمل ده يخلي اللعيب يموت نفسه لو هو بيدي المية في المية يدي المتين في المية مفيش شك ان الاحاديث دي بتفرق جدا مع اللعيبة خلينا نكون يعني صرحة مع بعض لما تلاقي ان انت ادارتك حاسة بيك في اي شغل في اي مكان في اي ادارة في اي شركة لما تلاقي ادارتك بتقدرك وحاسة بيك بتقدر ان انت تدي المية في المية مش همك انا ورايا في ظهري ناس مقدريني وعارفين انا بعمل ايه واسقين فيها فبالتأكيد حديث مهم جدا من الكابتن احمد سليمان في وقت مهم كمان كابتن عبدالواحد السيد اتكلم مع اللعيبة وقال لهم يا رجالة عايزين نركز اكد وقفنا على كلام الكابتن احمد سليمان فترة التوقف بتاعت الدوري ان شاء الله عايزين نستغلها بشكل كويس طبعا احنا عارفين ان الجهاز الفني بقيادة كابتن معتم الجمال كان مدي راحة للتيم كله ده عشان الماتش طبعا بتاع السليميكا كريباترا لاقتراح روي فيتوريا ان هو اهلا عايزة رايح الناس قبيل انطلاق معسكر امم افريقيا وده حق اصيل الجهاز الفني واي قرار واي حاجة لدعم المنتخب ما نقدرش نقول حاجة غير ان احنا ندي تعظيم سلام ده فيما يخص ميران النهاردة وفيما يخص حديث كابتن احمد سليمان ما اللعيب ابتعته